أنظار الكرة المصرية كلها ربما تتجه نهارده نحو المواجهة القوية والمرتقبة اللي حتجمع ما بين النادي الأهل المصري وفريق الترجي التونسي وده في ذهاب نصف نهائي بطول الدوري أبطال إفريقيا المواجهة دي ربما حيسع فيها جاهدا المارد الأحمر المصري أنه يحقق نتيجة إيجابية في تونس قبل خوض مباراة الإياب اللي حتكون في القاهرة حقيقة مصطفى هنستعرض مع الجمهور خطط وطرق اللعب في المباراة وفرص الفريقين في الفوز بالمباراة وضمان التأهل بنسبة كبيرة لنهائي البطولة قبل مباراة الإياب اللي هتقام في القاهرة وده معضفنا في الستوديو الأستاذ عطمان إبراهيم الناقد الرياضي صباح الخير عليك أهلا بك في صباح الخير يا مصر صباح الخير لكل مشاهدي صباح خير يا مصر أهلا بك يا أستاذ عطمان إزاي شايف الفرص المتاحة للنادي الأهلي أنه يحسم التأهل لدور النهائي في البطولة فرصه عاملة إزاي وإيه هي العواقق اللي ممكن توقف قدامها طبعا إنجاز كبير وصول نادي الأهلي المربع دهبل في أفريقيا ممكن رقم تاريخي اللي نادي الأهلي بتأهل على التوالي ربع مرة على التوالي بيصد السيمي فانا في أفريقيا إنجاز كبير ممكن ما فيش حد في أفريقيا بحقاؤه للنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة ممكن كنا هنا في نفس المكان لو تفتكروا ساعة دور المجموعات وموقفها كان صعبة جدا جدا وإنه وقتها ليه لأ لسه في فرصة وإنه ما عندك فرصة تلعب عليها لحد الآخر وفعلا الأهلي فاسعتها على الهلال وعلى القطن وإيه تكمل المسيرة وصدور التمانية وإنه وقتها برضو في نفس المكان هنا إن لو الأهلي هتلع مركز تاني فهلعب أي فريق مركز أول وإن الفرق نفسها وغدا مركز أول هي اللي شايلة الهم إنها هتواجه نادي الأهلي إنه هو أقوى فريق في اللي أخده المركز التاني وممكن سمعنا خلال الفترة الأخيرة تعاليات كتيرة حتى من لعبين توانسة قالوا إن النادي الأهلي في دور المجموعات يختلف تماما عن دور خروج المغلوب وبالتالي الأهلي لما لعب الرجال المغربي قدر أنه يمر إلى دور قبل النهائي عشان يصطدم به الترجي التونسي أكيد مباراة تبقى صعبة على الفرقتين سواء الأهلي أو الترجي تموح كبير جدا جدا إن الأهلي يوصل للفاينال للسنة الرابعة التوالي الترجي كمان عايز يوصل للنهائي على فكرة الفريتين دي رابع مرة يلتقيها في نفس الدور اللي هو دور نصف النهائي أو دور قبل النهائي فأكيد تاريخ كبير جدا جدا من أهلي الترجي لكن لو نتكلم عن فرص نظريا قد يكون الأهلي أقرب برغم أنه كان طالع تاني مجموعة وبعد كده أطح بالرجاء المغربي لكن نظريا هو الأقرب في ظل بعض ظروف الصعبة اللي بتواجه الترجي التونسي سواء غياب جمهوره أو كمان غياب بعض اللاعبين الأساسيين لكن في النهاية هستعين بالكلمة اللي قالها مرسل كولر مدير فن نادي الأهلي في مؤتمر الصحفي أن الترجي حتى لو فيه بعض الغيابات لكن أكيد هو فريق كبير عنده لعبين بودلاء على مستوى عالي هو مش هينخدع بقصة أن فيه لعبة بودلة لها العوة مش الأساسيين لأنه أكيد فريق قوي جدا جدا وعنده بودلاء على مستوى الناس الأسيين إيه الغيابات اللي في النادي الأهلي كلمنا عنها؟ نزل الغيابات النادي الأهلي هي غيابات خلاص المعتادة يمكن فيه تسع لعبين غايبين فيه اتنين خلاص فيه تعود على غيابهم اللي هم كريم فؤاد وأكرم توفيق طبعا عشان ربط صليبي ربنا يشفيهم في الغيابات السابعة الثانية غياب واحد بالإصابة اللي هو رامي ربيعة برضو هو مش اللاعب رقم واحد أو اتنين فيه خط دفاع الأهلي وفيه ست غيابات فنية تم استبعاتهم من رحلة السفر لتونس طبعا أبرزهم برونو سافيو أيمن أشرف شاد حسين وكريم الدبيس والحارس حمزة علاء ولعب رقفة خليل ولكن الستة برضو مش بيموجودين في نطاق التشكيل الأساسي أو حتى اللي بصادمه كبودة فبالتالي ما فيش غياب مؤثر غير رامي ربيعة كان بيكون بديل استراتيجي كواس جدا ليه خط الدفاع فزيلا طبعا الإصابة اللي اتعرض لها حول نتولي والقلق اللي حصل في ماتش النهائي السوبر لما حصل له حالة إغماء لكن محمود نتولي بخير وتعملت كل الفحوصات ليه وهو جاهز ولكن بالنسبة كبيرة قد النهاردة يكون محمود نتولي على الدكة ونلاقي ياسر ابراهيم هو الأساسي ايه تيك تيك اللي ممكن يعتمده كولر في مباراة زي دي وهل ممكن كولر يختلف أو يخرج عن السياق اللي لعب بيه في المباراة اللي فاتت ولا يعني تعتقد نوع حيمشى على نفس النهج طيب هو كولر الآخر فترة شفنا له طريتين متشابهتين أو قريبتين 4-3-3 أو 4-1-4-1 ممكن في ماتش السوبر تحديدنا منش بيراميدز يعتمد على 4-1-4-1 ولما لقى بيراميدز ماسك نص ملعب ألابها الـ 4-3-3 أو 4-2-3-1 الخطة اللي لعبها ماتش الرجاء المغربي في المغرب لعب 4-3-3 ولعب 3 في نص ملعب وربما النهاردة يكون ده الأقرب إنه نفس الفكرة بتلاقى فرقة من شامل أفريقيا بتعتمد على وسط ملعب قوي جدا جدا الترجي رغم كل الغيابات اللي عنده لكن يظل يملك نص ملعب قوي جدا جدا في احتمال كبير نشوف النهاردة نص ملعب الأهلي 3 زي ما تعودنا في آخر فترة غالي ما المران عطية ممكن حمد فتحي ربما يكون 3 السولية أو أليو ديانج وإن كان ديانج هو الأقرب عشان يسيطر أو يقفل على مفاتيح لعب الترجي في وسط الملعب ويسيطر على المباراة ماتش هيكون زي ما قوي جدا جدا لكن أعتقد كولر هاتجع للطريقة الكاسيكية اللي هو متعود عليها 4-3-3 عشان يطلع بأكبر متيجة إجابية ممكن يحققها في قلب رادس طبعا في الترجي أو في مجل الترجي هل تصريحات كولر مبارح بتشير أنه ممكن يلعب النهاردة مدافع أو يعتمد على يمكن للهجمات المرتدة؟ مش موضوع مدافع أعتقد كولر بيذاكر الفرق الأدامه ممكن احنا شفنا المنشطة الأخيرة سواء كان يوتن كاميروني أو هلال سوداني أو حتى سندونز اللي أهل تعثر فيها كان فيه بعض أنت بتشوف كل فرقة بتشوف نقاط قوةها إيه ونقاط دعف اللي خاصة بها إيه فأعتقد الترجي عنده نقطة قوة أنه هو غالبا بيسجل في أول ربع ساعة مع عبدات المبارا أو أول ربع ساعة مع عبدات الشوت تاني وبالتالي واضح أن الفرقة بتنزل أول ربع ساعة دي عندها ترقيص قوي جدا جدا وعندهم حمس البدايات فبيقدروا يسجلوا فيها أهداف في نفس التوقيت ده أول ربع ساعة من اللقاء وآخر ربع ساعة الترجي بيتلقى أهداف بنسبة كبيرة فواضح أن هم ممكن في أول ربع ساعة قلنا بيسجلوا آه ممكن يكون عندهم شوية الدفاع فربما يبقى عايز يستغل هدا الدفاع اللي في البداية ونهو يسجل هدف مبكر أو يصبر ويقفل الملعب وينتظر لما يحصل الانهيار البدني أو التراجع البدني للعادة الترجي وده ملاحظ جدا جدا في الفترة الأخيرة حتى لو نفتكر الزمالك والترجي في دور المجموعات اللي كان هنا في القاهرة الزمالك كان متقدم اتنين واحد وكان الترجي بيهاجم بشكل قوي جدا جدا والزمالك خطف الهدف الثالث في الديئة اللي هو أولى ونطب بدل الضايع فمعني كده فعلا أن فيه مشكلة عند الترجي في آخر ربع ساعة يكون فيه بعض الترجي البدني في أداء الفريق ربما يستغل كولر فهنشوف هلها يعتمد على المبادرة ويحاول يستغل الفرصة ويسجل هدف مبكر ويربك حسابات الترجي تماما ولا هيصبر ويستنى زي ما حالك قلت من شوية ويدافع ويأمن مناطقه لحد ما يشوف الترجي البدني لترجي وبعد كده يبدأ يهاجم أو يعمل يغالر استراتيجية وعلى فكرة في ماتش بيرامدز هو اعتمد على نفس الطريقة كان بيعتمد أن اللعيبة في ماتش سجال أهل وبرامدز لكن في مشروط التاني لحد نهات المباراة الأهلي كان ماسك الزمام لأنه عارف أن بيرامدز يجي بفترة ويحصل الترجع بدني وده أمر طبيعي في ظل المباراة وقتها أو ظروف بيرامدز وقتها ربما يكرر هذا السيناريو في ماتش الترجي مع اختلافات في تشكيل نديقها بس كولر يعني اعتمد في الفترات الأخيرة أنه هو يعتمد أكثر من تكتيك يعني يلعب بخطة ويغيرها يلعب بخطة ويغيرها تفتكر أنه ممكن يراهن على ده ولا حيعتمد خطة واحدة وتفتكر برضه أنه لو غير أكثر من خطة الخطة المناسبة أنه يلعب بيها مع فريق الترجل تولسي هو المدرب بيحط استراتيجية معاناة الماتش اللي هو بيتفرج عليه أو هو عمله السيناريو معانا أحيانا بيحصل حاجة في الملعب بتخليك تغير خطة هفكر الناس بحاجة في ماتش السوبر الأخير الأهلي وبرامات زي أخر حاجة حتى نشوف نها زي مبتاكي الاهلي كان ملعب بأربعة وقدامهم مراهن عطية اللي هو اللعب واحد وبعاكده أربعة تانيين لو كان فيه القندوسي وحمد فتحي وأكده يعني السنائي الوسط بس المتقدمين كأكده يكون خلف المهاجم مباشرة أنه هو كان محمد شريف في هذا اللقاء وكان برسي تاوي مين وحمد عبدالقادية شريمان لما لقى بيرامة زي ماسيك نص ملعب كان في لقطة في ديها 27 مرس الكولر بيكلم حمد فتحي قال له ارجع خليك تاني في وسط مرح حتى كان بيشاوله بيعمل له اتنين خليك تاني جمعنا طيب وفعلا بعدها حمد فتحي رجع قاله بالخطة لأربعة تلاتة تلاتة أو أربعة تنين واحد اتنين واحد اللي هي أربعة تلاتة تلاتة بس بشكل معين عشان يسيطر على وسط الملعب النهاردة ربما يعني حسب المعلومات الواردة كده هيتتبع لأستراتيجية اللي خدها في مواتش الرجال المغربي لها مواتش العودة لو قال لها بأربعة تلاتة تلاتة لها على تلاتة في نص ملعب بيقفل التلات اللي عمين من نص ملعب أقوية جدا 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 عشان يقفل المساحات الكاملة على وسط الملعب التراجي زي ما قلنا فيه غيابات قوية جدا جدا في التراجي صحيح ولكن يظل فريق التراجي عنده أقوى خط وسط موجود مش أقول في الأفريق كلها ولكن من أقوى خطوط الوسط الموجودة في الأربعة فرقة يتأهلوا دور قبل نائج فرجيني سيسي يمكن تكلم على أن الأهلي لما بيمر في دور المجموعات المصعوبة بيبقى بعد كده فريق ما ينفعش تهزمه بيبقى فريق قوي جدا لا يمكن هزمته شايف الكلام ده إزاي وهل فعلا الأهلي بتحول بعد دور المجموعات؟ لسه في أول كان قلنا أن الأهلي فعلا في دور المجموعات يختلف تماما عن الدور السبب يعني السبب هي ممكن نقول عليها موروص من اللي احنا شفناه يعني الأهلي على الفكرة في الأربعة السنين اللي وصل فيهم سيمة فاينال اللي أربعة السنين ما بيطلعش أول مجموعته بيطلع تاني مجموعة وغالبا بيصعد بصعوبة جدا لدور اللي بعد كده لا بس هو النادي قال لي مش بس بيعمل كده ده هو دايما بيكتف في آخر دقيقة في حاجات غريبة كده من شاء الله 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 تفتكر عشان كنت تعمل مرض الأحمر؟ لا أهو أهو هي مورسات وفي العيبة بتلعب بروح لآخر ثانية زي المتاكد لو تفتكر كنا مع بعض هنا ساعة دور المجموعات لما الأهلي تأذم موقفه وكان موقف صعب جدا جدا وسألتوني وطولي الأهلي ممكن يوصل تركه ويلعب على حصوصه لآخر لحظة ومحدش عارف ممكن إيه اللي يحصل يمكن النتائج تلعب في صرحه وده اللي حصل لما سندونز والهلال خلص تعادل في السودان والهلال السوداني ضيع من الانت في آخر دقيقة فرقة بشكل كبير جدا جدا الأهلي راح كسب القطن الكاملون في الكاملون أربعة وكسب الهلال السوداني هنا في مصر تلاتة وبالتالي الأهلي ترشح إلى دور التمانية ويعني إذا بقولوا كده إيه صعد من الباب الداية لكن أول ما صعد بينطلق بشكل كبير جدا جدا جاء يروح مع نواية كبيرة للعيبة وكانت تكرر في عشرين عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين يكد يكون نفس السيناريو والأهلي بيعنده مشكلة في دور المجموعات يتخطى بصعوبة بعد كده بيكمل لحد الموران النهائية ففيه توقعات كبيرة جدا جدا للأهلي للسنة الرابعة التوالي يكرر هذا السيناريو رغم اختلاف المدربين واختلاف اللعيبة اللعبين مش كتير اختلاف كبير ولكن المدربين تحتين اه انت كان في فايدر لكن يترى نفس السيناريو دايما كان في فايدر كان في مو سماني ودلوقتي موجود كولر فأعتقد أكيد نفس السيناريو هو ناس كلها شفاء وعشاء ولكن الفكرة ان انت برضو بتواجه فرقة كبيرة يعني ده الأهلي مش بيخش وبيصعد بسهولة لا الموضوع بيكون صعب وصعب جدا ولكن هو فيه إسراء عند الله يبقى الروح قوي جدا جدا برضو حسن إقدارة المباريات يعني ممكن فاطة موسيماني كان عنده تاكتيكس معانب بيعرف في ازاي اللعب الفرقة كبيرة ما هو ده السؤال ده تكتيك ولا ده صدفة لا 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 أكيد فيه جمع جهود للمدرب وجهز الفن اللي شغال معاه وكمان روح اللاعبين ودي برضو مهمة يمكن الأهلي لما تعرض للخصولة القصية من سانداونز قبل كده خمسة جي بعدها خد الدورة بطولة فريقيا سنتين ورابعة اللي تفتكر ناس قدت لك حتى سانداونز عمل كده ليه انت بتخليته الأهلي يعني الماري تخرج من الأم أم وتخرج الدورة لأفريقيا سنتين ورابعة ده خد البطولة السنة التالتة وصل للفاينال والسنة الرابعة هو في السيم الفاينال ورغم تعرض أهلي السنة دي لهزيمة قصية وسبحان الله اللي حصل للسنة دي لكن بيفكرنا بحاجة حصلت من اتنين وعشرين سنة في نسخة ألفين وواحد الأهلي كانت في دور المجموعات مع بيترو راتليتكو خسر في القهرة أربعة اثنين أكبر هزيمة في تاريخ الأهلي على ساد القهرة في ألفين وواحد وقتها الأهلي سعد تاني مجموعة ولاعب الترجي في السيم الفاينال شوفوا السناري المشابه ترجي التونسي برضو وتعادل في القهرة سفر سفر وتعادل في تونس واحد واحد والأهلي سعد بهدف اعتباري لو سجل هدف خارج أرضه لعبين في النهائي؟ سانداونز اللي هو جنوب أفريقي ساعتها تعادل واحد واحد في جنوب أفريقيا وكسب تلاتها سفر في القهرة وسجل ساعتها خالد بيبو هاتريك فربما بعد اثنين وعشرين سنة السيناريو يتكرر تاني الأهلي يسعد تاني مجموعته تلقى هزيمة إيلا بلعب الترجي في قبل النهائي ولو صعد النهائي لعب سانداونز ذهو حصل كأنه كوبي بيست من 2001 بس في 2023 ما اختلف برضو المستوات واختلف اللعيبة واختلف كل الحال طيب انت كنت بتكلم من الترجي خطر وسط عندهم قوى جدا قوى خط في الترجي حاليا وأنا عايزة أعرف بقى دلوقتي من اللعيبة اللي في الأهلي اللي ممكن يعني يعتمد عليهم عشان يصدوا خطر وسطها بالنسبة الجرى النهاردة مرانة أعطيها حمد فاتحي متواضين في تشكيل نادي الأهلي الكلام كله على اللعب التالت هل كولر يعمل مفاجأة ويعتمد على القندوسي زي ماتش بيرامدز ويبقى لاعب زي بيقولوا كده الشوكة في ظهر دفاع الترجي واستغل المساحات في ظل لو في الترجي هندفع وبتالي بعمده لعب يقدر يستغل هذه المساحات ولا هلاعب عمر الصلية اللي خلاص الحمد لله رجع من الإصابة والتمنى شفاءه بنسبة مية في المية وجاهز لمشاركة ولكنه بعيد عن المشاركة في الماتشات آخر آخر ماتشين تلاتة مش موجود بسبب الإصابة ولا هيعتمد على زي ما حصل في ماتش الرجاع المغربي السناني الأقرب إن مرانة أعطيها حمد فاتحي ربما يكون التالي بتاعهم والسلية والقندوسي وزي بقوله كده لعبين جوكر موجودين على الدكة وسلاح أو كارت في إيد مارس الكولر يستغلهم خلال اللقاء لأن ما فيش استعجال الماتش على الفكرة تسعين ديئة في تونس ولسه في تسعين ديئة في القاهرة فمش محتاجناك تندفع أنا شايف طبعا فيه نسبة تفاول كبيرة عند الجمهور الأهلي الأهلي عاي يخلص الموضوع من تونس طبعا كمان العقوبات اللي على الترجي وحيمانهم الجمهور وممكن كان فيه كفاح شديد من أدارة الترجي والتحاد الكرة التونسي خلال آخر تمانية واربعين ساعة مع لجلة الاستناف في الكاف عشان خاطر يخل الجمهور الموجود في هذا اللقاء ولكن تم رفض طلبهم وتم اعتماد العقوبة بمنع الجمهور أبعا متشاط منهم اتنين هينفذوا بشكل عاجل وغرامة 800 ألف دولار ما نقصوش ولا أي حاجة في العقوبة والمفاجأ على فكرة الناس كديرا مش عارفاها أن النهار دا الترجي محروم من جمهوره ممكن جمهور الأهلي يخش بشكل عادي الناس عندها خلطة في الحتة دي فاكرين المباراة بدون جمهور لا في فرق بين يكون الملعب معاقب وفي فرق بين النادي يكون معاقب يمكننا من أهل اللعب الهل السوداني في مشكلة في ملعب الهلال في مشكلة فنية في الصور ومدرجات وكان ذو كله فالملعب لما يكون معاقب أو ملعب غير معتمد في الكاف يقولك خلاص تلاقي فيه متشاط ولكن بدون جمهور بدون جمهور على مين صاحب الأرض ودفاري الضيف لكن ناتش النهار دا الترجي ملعب رادس ملعب معتمد من الكاف والترجي هو اللي محروم من جمهوره فهوارد جدا جدا نشوف النهار دا جمهور أهلي متواجد بشكل طبيعي وعلى فكرة دي المعلومة دي بفوض انها وصلة مسؤول الأهلي ان جمهور الأهلي ممكن يتواجد النهار دا لكن جمهور الترجي الترجي محروم من جمهوره الأهلي مش هتعاقب مرش علاقة فربما النهار دا نجد ألف ولا ألفين شخص بشجاع نادي الأهلي داخل مدرجات هبقى في قلب يا ملعب رادس فبقى صوت المسموع هو صوت جمهور النادي الأهلي لو سمح لها بالدخول لكن أنا شو بكلم على صعادة الأمن التونسي أنا بتكلم على الصعيد اللوائحي أو طقا اللائحة الأهلي غير معاقب وربما ناجد جمهور الأهلي متواجد بشكل طبيعي في ملعب رادس مع غياب جمهور نادي الترجي فأعتقد برده نقطة قوة كبيرة جدا جدا تلعب في قلب رادس وصوت الجمهور هو الموجود صوت جمهور كنتا مش جمهور النادي المنافس فأقل من دي عشان بس الموجز دايما كولر بيعتمد كهرباء بيرستاو وحسين الشحات في الهجوم ربما ريحهم شوية متش برمز تعتقد أنه ريحهم علشان يستفيد بيوم في مورد ترجي احتمال كبيرة النهاردة الأقرب حتى زي اللحظة أن بيرستاو هلعب كهرباء هلعب وأحمد عبدالقادر هو اللي هكون جناح شمال في مواجهة الترجي وليس أحسين الشحات أحسنة رابحة طبعا وخلي بالك اللعب اللي هلعب منهم أساسي سواء تاو كهرباء وحسين الشحات هيخلي جنبه محمد شريفة خلي جنبه مثلا عبدالقادر أو العكس العبدالقادر أساسي وحسين الشحات بر فبالتالي يكون ورقة رابحة يقدر يدفع بيها خلال المباراة في أي وقت يقدر يدفع بيها ويغير بيها شكل الفريق لو يحتاج تغيير في الشكل الهجومي لكن إن شاء الله ربنا سهل ندي الأهلي حقا نتيجة إيجابية ليه لأ زي من الناس طمعاننا هو يفوز ليه لأ ما يفوزش وراء ويخلص الموضوع بدري بدري وده زي ما حصل في نسخة عشرين عشرين لما فاز على الوداد المغربي زهابا وقيابا ممكن ندي الأهلي يكرر هذا السيناريو وعلى فكرة الأهلي والتراجي في نسخة عشرين وعشرين برضو المناسبة لتقوا في قبل النهائي الأهلي فاز في تونس واحد سفر وفاز في القيارة ثلاثة صفر ووصل النهائي ولعب فريق من جنوب أفريقيا وهو كازور تشيفز وقتها فاز الأهلي باللقب هو المرة العشرة في تاريخه الموضوع قبل اللي فات يعني فيه سنة راكتنامت كرارة بين الأهلي والتراجي ودور نصف النهائي نتمنى 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 كل تقرير إن شاء الله للنادي الأهلي إن شاء الله نحتفل به نشكرك لأستاذ أصمار إبراهيم إن أقدر آذي شكرا لك شكرا لك